بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي وأبنائي طلاب الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا بكم إلى درس اليوم بعنوان وطني قطر للشعرة والأديبة القطرية حص العوضي حيث سنتناول اليوم الجزء الأول من هذا الدرس وفي نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يستخلص الفكر الرئيسة والفرعية المتضمن في قصيدة وطني قطر يوضح معاني الكلمات من خلال السياق في قصيدة وطني قطر يبين دلالة المفردات من خلال صياغها الصرفية ومن خلال المعجم عزيز الطالب تصفح القصيدة في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة لتستكشف دلالة العنوان والشكل الشعري والمفردات الجديدة ما دلالة العنوان؟ أحسنت إنه يدل على فخر الشعرة بوطنها قطر واعتزازها به ما الشكل الشعري الذي اعتمدته الشعرة؟ صحيح أحسنت القصيدة من الشعر الحر الذي يعتمد على السطر الشعري بدلا من البيت الشعري مع تكرار التفعيلة وتعدد القوافي ما المفردات الجديدة التي لاحظتها في القصيدة؟ نعم لاحظنا مفردات جديدة مثل شرفة الأفلاك الأغر عبق تضمخ وارف لا بد لنا عزيز الطالب من تعرف مناسبة القصيدة فالمناسبة مفتاح من مفاتيح فهم النص ففي هذا النص تبحر الشاعرة حص العوضي بسفينة الوطن حبا نستذكر معها تاريخ قطر المجيد وعلى الرغم من كل العوادي وقف هذا الوطن شامخا عزيزا أمام كل التحديات بفضل رجاله عبر التاريخ وطن يرجو ترابه كل القادمين وهو الذي يضم بحب كل القاصدين يجود بسخاء على من أحبه وطنا فهو مبعث الفخار وأمل كل الطائفين وسيبقى وطني قطر بلسما لنا كل آن والشاعرة في هذا النص تتسق مع التجديد شكلا ومضمونا فاختارت شكلا جديدا لقصيدتها فكان الشعر الحرة أو شعر التفعيلة الذي يعتمد على السطر الشعري مع تكرار التفعيلة وتعدد القوافي وجاءت القصيدة زاخرة بالخيال الكلي والصور الفنية الجديدة والألفاظ ذات الدلالات الإيحائية والآن ننتقل إلى التعريف بالشاعرة وهي حص يوسف عبد الرحمن العوضي أديبة وشاعرة قطرية ولدت عام الف وتسعمائة وستة وخمسين حاصل على بكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة عملت رئيسا لبرامج الأسرة بتلفزيون قطر بدأت محاولاتها الشعرية في سن مبكرة نشرت أولى قصائدها عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين اشتركت في مهرجان الشباب الأول بالجزائر وكانت في المرحلة الإعدادية بقصيدتين ومسرحية شعرية عن فلسطين والوحدة العربية من دواوينها الشعرية أنشودتي الجزء الأول الذي صدر عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وأنشودتي الجزء الثاني الذي صدر عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وكلمات اللحن الأول الذي صدر عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وبتصفح القصيدة نجد أن الشاعرة قد نسجت القصيدة على شكل شعري جديد يعرف بالشعر الحر أو شعر التفعيلة ولعلك تسأل عزيز الطالب ما الشعر الحر وما شكله وما مضمونه وإليك الإجابة هو الشعر الذي تحرر فيه الشاعر من أوزان البحور الشعرية التقليدية ومن ناحية الشكل فهو يعتمد على السطر الشعري بتفعيلة مكررة بالإضافة إلى القواف المتعددة أما من ناحية المضمون فالخيال فيه كثيف الظلال بعيد الإحاءات يقترب معجمه اللغوي من لغة الحياة اليومية القصيدة تبدو كلا واحدا لا يتفكك ويعرف هذا بالوحدة العضوية والآن أحبتي استمعوا إلى القصيدة جيدا قصيدة وطني قطر وطني قطر وطن تجاوره النجوم ويسهر فوق شرفته القمر وطني قطر وطن تعانقه البحار وترتجي أعتابه كل الدرر وطني قطر الموج رافقه طويلا منذ آلاف العصور الغابرات ومن فطر والمد أفنى عمره بين الصخور فمن تثر وطني قطر ومواكب الأفلاك في طرقاته تبني قصور الحب تبني حلمه تعلي صروح النور ترسي عزمه بالمجد تحضنه وبالعمر الأغر وطني قطر يا حلمي المرسوم في مد النظر يا ساحلا يرسو عليه القادم الآتي ويسجل التاريخ في أوراقه عطر الكرامي وينتشي بروائح العود السخي ومسكه عبق تضمخ وانتشر وطني قطر وطني قطر هل جال يوما في بواديه المنيرة كوكب غنى وطار هل صال في جنباته بيض الفوارس والخيول وشاعر تاه الديار وأراك يا وطني سخيا وارفا عطر المزار وأراك في عيني صبحا وابتسامات النهار عذب الطفولة والصبا يسري بأطياف الفخار وأراك والأحباب مهد دربهم عشق تجلى بانبهار عشق الثرية والصدى عشق الصقور السابحات على المدى عشق الورود الناعسات مع الندى يا موطنا غنى له الركبان في كل الديار وطني قطر عشق تجلى في ابتسامات الربيع وفي نشيد الأقحوان ما لمس العصفور غصن وانحنى إلا ليعرفك الزمان ما ردد الإصباح نهجك والثرى إلا بملحمة الأمان ما أنت يا وطني مجرد ملجأ بل أنت أحلام وآمال تصان ما أنت يا وطني دروب الباحثين ومرتجا للقاعدين وأنت إبصار العيون وبلسمي في كل آن وطني قطر والآن أحبتي بعد أن استمعتم إلى القصيدة من المؤكد أنكم صادفتم بعض المفردات الصعبة فتعالوا معي نتعرفوا معاني هذه الكلمات الشرفة أعلى الشيء إن فطر تصدع الصرح جمعه صروح وهو القصر العالي الأغر اليوم الأغر اليوم المشهور أو الخالد تضمخ تضمخ بالطيب وغيره أي تلطخ صال وجال المراد هنا يفعل ما يشاء وارفا أي خيره ممتد الثرية مجموعة من النجوم أقحوان نبات له زهر أبيض ورحيق أصفر ذو رائحة عطرة جمعه أقاحي وأقاح بل سم دواء شاف والآن عزيز الطالب بعد أن تعرفنا معاني بعض المفردات أصبح طريقك إلى فكر النص ومضمونه معبدا سهلا فما فكرة كل مقطع من مقاطع القصيدة وما الفكر المتضمن في كل مقطع هيا بنا نستخلص الأفكار نبدأ بالمقطع الأول نجد أنه يتحدث عن قطر وطن العزة والفخار يحمل في طياته أفكارا تعبر عن هذا المعنى وأهمها لقطر مكانة عالية في العلو والرفع وطن وقف شامخا أمام كل التحديات تلال الرمال تزينه وتدل على عراقته وطن يفخر برجاله الكرام عبر التاريخ قطر حلم العاشقين ورجاء القادمين وبانتقالنا إلى المقطع الثاني فكر معي عزيز الطالب عما يتحدث هذا المقطع أحسنت إنه يتحدث بأن قطر بخيرها وجمالها محل للقاصدين يشتمل على أفكار تؤكد هذا المعنى أهمها قطر أمل كل الطائفين ودليل الحائرين وطن يجود على من أحبه بصدق جميل كضوء الصباح وابتسامات النهار وهو للمحبين مبعث الفخار والاعتزاز أما المقطع الثالث فيحكي لنا بأن قطر وطن الأمان والرجاء يحمل في طياته أفكارا تعبر عن هذا المعنى وأهمها وطن العراقة والتاريخ المجيد قطر وطن السلام والأمان وطن يرجو ترابه الجميع قطر بلسم للمحبين في كل وقت والآن أحبتي بعد أن أبحرنا في معاني القصيدة تعالوا نتأكد من مدى فهمنا لهذه المعاني بالإجابة عن هذه الأسئلة ما الموضوع الذي عالجته الشاعرة في النص؟ أحسنت التغني بحب الوطن والفخر بتاريخه كيف ترى الشاعرة وطنها في المقطع الثاني؟ أحسنت ترى فيه الكرم والخير والجمال والذكريات الجميلة ومقصد الجميع ماذا يمثل الوطن في عيون محبيه كما فهمت من المقطع الثالث؟ ممتاز يمثل الوطن العشق والعراقة والأمانة والرجاء والبلسم الشافي كيف يحتضن الوطن جميع أبنائه؟ أحسنت بتوفير الأمن والأمان لهم وإكرامهم وتحقيق العدالة بين الجميع والآن أحبتي تعالوا معي نستنتج معاني بعض المفردات وفق سياق ورودها في القصيدة الموج رافقه طويلا منذ آلاف العصور الغابرات ومنفطر ما المعنى السياقي لكلمة الغابرات؟ أحسنت الماضية البعيدة القديمة يا ساحلا يرسو عليه القادم الآتي كلمة يرسو ما معنها في السياق؟ صحيح يتوقف وينتشي بروائح العود السخي ومسكه ما المعنى السياقي لكلمة ينتشي؟ ممتاز يستمتع بشمها هل جال يوما في بواديه المنيرة كوكب غنى وطار؟ ما المعنى السياقي لكلمة جالة؟ صحيح طاف وتنقل وأراك والأحباب مهد دربهم عشق تجلى بن بهار عشق الثرية والصدى تجلى ما المعنى السياقي لهذه الكلمة؟ صحيح انكشف واتضح وبانى وظهر ما أنت يا وطني دروب الباحثين ومرتجا للقاعدين؟ ما المعنى السياقي لكلمة مرتجة؟ صحيح أمل ومراد ومرتقب يتقصد معظم الكتاب استخدام صيغ صرفية في كتاباتهم وذلك للدلالة على معاني يريدها الكاتب وفي هذه القصيدة استخدمت الشاعرة بعض الصيغ الصرفية نستعرض بعضا منها فقد استخدمت صيغة تفاعل وذلك في قولها تجاوره النجوم تعانقه البحار وجاءت للدلالة هنا على المشاركة كما استخدمت صيغة تفاعلة في قولها عبق تضمخ وعشق تجلى فجاءت للدلالة على الكثرة في قولها تضمخ وفي قولها تجلى جاءت للدلالة على التدرج كما استخدمت صيغة مفعول في قولها يا حلمي المرسوم فقد جاءت هذه الصيغة للدلالة على الوصف بأنه رسم وجاءت صيغة تفاعل في قولها السابحات وجاءت هنا للدلالة على الوصف بأنه يسبح والآن عزيز الطالب تعال معي لنجيب عن أسئلة لغة النص هاتي معجمك فسوف تحتاجه للإجابة عن بعض الأسئلة نبدأ بالسؤال الثاني في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة ولكن قبل الإجابة تذكر عزيز الطالب بأن هناك فرقا بين المعنى المعجمي والمعنى السياقي فتجاور الكلمات في الجملة يعطي المفردة معنا جديدا يختلف عن المعنى في المعجم والسؤال اذكر المعنى المعجمي والمعنى السياقي لما تحته خط فيما يأتي والكلمات هي انفطرة عطر دروب نبدأ بالانفطرة ما المعنى المعجمي لهذه الكلمة؟ أحسنت انشقة وما المعنى السياقي لها؟ صحيح ضعف وذلة كلمة عطر ما المعنى المعجمي لها؟ صحيح اسم جامع للأشياء التي يتطيب بها لحسن رائحتها وما المعنى السياقي لها؟ أحسنت سيرة آثار أمجاد تاريخ كلمة دروب ما المعنى المعجمي لهذه الكلمة؟ صحيح مفردها الدرب كل طريق يؤدي إلى ظاهر البلد وما المعنى السياقي لها؟ صحيح مقصد أمل وملاذ والآن أحبتي ننتقل إلى السؤال الثالث من لغة النص في صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة والسؤال استعن بمعجمك واذكر معاني كلمة تاه فيما يأتي تقول الشاعرة حص العوض وشاعر تاه الديار ما معنى تاه في هذا التعبير؟ صحيح ضل الطريق قال الشاعر المفتي فتح الله والعقل قد تاه والأبصار شاخصة والفهم قد ضاع والأفكار قد ذهبت ما معنتها في قول الشاعر المفتي؟ أحسنت اضطرب وتحير قال الشاعر الشهاب المنصوري بكم الملك تاه فخرا وأضحى منزل المجد آهلا مأنوسا ما معنتها في قول الشاعر الشهاب؟ أحسنت تكبر اختال زهى سمى والآن عزيز الطالب بعد أن انتهينا من لغة النص تعال معي لنجيب عن بعض أسئلة الفهم وهما السؤال الثاني والسؤال الخامس في صفحة ثلاثين بعد المئة حدد الفكرة الرئيسة لكل مقطع من مقاطع القصيدة ما فكرة المقطع الأول؟ أحسنت قطر وطن العزة والفخار المقطع الثاني أحسنت قطر بخيرها وجمالها محل للقاصدين المقطع الثالث قطر وطن الأمان والرجاء السؤال الخامس قارنت الشاعرة في المقطع الثالث بين موقفين لفريقين من الناس تجاه الوطن وضح ذلك ثم اذكر رأيك معللا ما تقول ما موقف الفريق الأول؟ أحسنت يرى هذا الفريق بأن الوطن مجرد ملجأ ومأوى للباحثين ومرتجا للقاعدين ما موقف الفريق الآخر؟ أحسنت يرى هذا الفريق بأن الوطن أحلام وآمال تصان ونور العيون وبلسم شاف والآن ما رأيك عزيز الطالب بما يراه كل فريق؟ هاتي رأيك مع التعليل واكتبه في كتابك أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس وطني قطر ترجمة نانسي قنقر